أصحاب الجلالة والفخام والسمو والمعالي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسرني باسم سيدي خادم حرمي الشريفين وملك سما بن عبد العيزة للسعود حفظه الله أنا رحب بكم جميعا فملكة عربية السعودية سائلين مولى عز وجل نكلل بالنجاح مساعينا وجهودها الرامية إلى صون أمن دولنا واستقرارها وتحقيق طلعات شعوبنا لمستقبل أفضل يسودها التعاون لتحقيق النماء والازدهار أننا نجتمع اليوم في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعي مشترك لمواجهة هذه التحديات وانطلاقا من الهداف السامية والغايات التي بني عليها مجلس تعاون لدول خليج واستنادا إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربطنا تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخية تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات وإلى التنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية تعتبد مجلس تعاون جمهورية الصين الشعبية شريكة أساسية مهمة لها وقد انعكست الثمار الإيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا مشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها وأن النمو الاقتصاد المنتسارع وتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة فخامة الرئيش يجيب هينغ قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية وتولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية باذل الجهود لتعظيم مكاسب هذه الشراكة كما تتطلع دول مجلس تعاون لتبادل الخبرات وخلق شركات متنوعة في ذو الخطط التنموية الطموحة لدول مجلس ونشيل التطور المتسارع في العلاقة الخليجية الصينية وبالتنوع الواضح في مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة وتطلع دول مجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى أفاق أرحب كما نشير الارتفاع الملحوظ في حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس تعاون الجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية التي نتوقع أن تستمر في النمو بعد تمام المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين وذلك لتسهيل تجارة وحكمة المصالح التجارية المتبادلة بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الستثمار الواعدة وتعميق توسع مجالات الشراكة بين الجانبين وتثمن دول مجلس الشراكة الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية وتشهد بخطة العمل المشترك للمدة 22-23-22-27 لهميتها في تعزيز الوقار الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين وتهتم دول مجلس بالعمل جنبا إلى جنبها جمهورية الصين الشعبية لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة وتؤكد دول مجلس لدول الخليج العربي السمرار دورها مصدرة موفوقة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين وتثمن دول مجلس السعي الصين التي طرح مبادرات تعنا بتنشيط مسار التعاون وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وعلى رأسها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية ونشارك التفكير مع أصدقائنا في الصين حول أهمية عادة توجيه تركيز المجتمع الدولي نحو التعاون والتنمية والتنمية ومجابة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي تستمر دول مجلس في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما تدعم الحلول السياسية والحوار لجميع التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية من منطلق أن ذلك هو المسار الكافي بالتحقيق السلام والأمن والازدهار كما أن هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج الميليشيات المرتزقة من جميع الأراضي العربية ووقف التدخلات الخارجية في شأنها وفي الختام سرنا نتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية الصين بقيادة فخامة الرئيس شي جي بينغ على السعي المستمر لتعميق العلاقات الصينية الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته